قام اعلامي محافظة اب بزيارة النقاط الامنية والجرحاف المحافظة لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك مقدمين لهم بعض الهدايا العيدية هو العيد الثاني على التوالي في ظل همجية العدوان السعودية الامريكية على اليمن وما يزال رجال الرجال ثابتين في الثغور للدفاع عن الارض والعرض زار اعلامي محافظة اب النقاط الامنية لمشاركتهم فرحة العيد مثمنين ثباتهم وصمودهم لجعل اب مدينة للسلام والامان أبطال الجيش واللجان الشعبية عبروا عن سعادتهم من هذه الزيارة مؤكدين على تكريز كل جهودهم للدفاع عن عزة وكرامة الوطن الزيارات إلى النقاط العسكرية والمواقع الشرف والبطولة لزيارة أولئك الأبطال رجال الشرف والعزة المدافعون عن كرامة الإنسان اليمني ونشد على أيديهم فهم صمام أمان الوطن نحن سنظل صامدون في حماية الوطن ونظل صامدون ضد العدوان ونحن هنا مرابطون وفلتنا أسرنا وعيالنا ومعيدون هنا في النقطة من أجل حماية الوطن ونحن لا نشترف الكبير بهذه الزيارة التي جزتت كل المحبة والأخاء وإن شاء الله نحن ثابتون تباية القبال الرسخة في خندق واحد من أجل التصدي للعدوان والغزة كما زار الوفد الإعلامي جرح الجيش واللجان الشعبية في مستشفى الثورة العام لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وتقديم لهم الهدايا العيدية وإيضا لنطمئن على صحتكم ونؤكد زيارتنا كإعلامين كافة ابناء المحافظة كإعلامين المواجهين معكم في خندق واحد لمواجهة العدوان الصيوني لنطمئن عليكم على صحتكم ونؤكد ونقدد لكم العهد أننا معكم في خندق واحد والحمد لله وشكل الله والألم ما وشألم الجرحة والألم العظام والدم والألم فارقة الجبهة والمواجهة إن شاء الله نشافها ونرجع ما بش كلام ما بش غير هذا الكلام إلا أن نتحر العدوان ونحن نسامتون أنا أوجه رسارة إلى كل الزملاء مرابط في الجبهات في مدينة القتال أنا بأخذ الحيط ورح ذر وتصدي لأي هجوم أو أي زحف من قبل العدوان والغزي وسنضحي بأنفسنا وما نملك من أجل الرطن وسندافع عن وطن من العملاء والمرتزقة أخواننا الذين يرقبون في المستشفيات هذه زيارة نشاركهم أفراح العيد نشاركهم هذه البسمة ونحن معهم وإليهم ونشكل الجميع جبهة واحدة ضد العدو جهود عظيمة يبذلها أبطال الجيش واللجان الشعبية في حفظ الأمن والسلام في المحافظة وما زيارتنا لهم اليوم إلا تقديرا لمساعيهم في حفظ الوطن الغالي وترابه الطاهر لقناة اليمن من اليمن زين العبدين المفتي محافظة ويب